رئيس الصيني شي جينبينج اليوم السبت رسالة عزاء إلى الرئيس الفلبيني فرنانديز ماركوس وذلك في عقابة الزلزال الذي ضرب الفلبين حيث قال شينه شعر بالصدمة لدى النبأ بالزلزال الذي ضرب الفلبين ما تسبب فيها سائر في الأرواح والممتلكات قال رئيس الصيني أنه نيابة عن الشعب الصيني حكومة وشعبا وبالأصالة عن نفسه يقدم العزاء العميق لعائلات الضحايا ويعرب عن تعطوفه القلبي مع الجرحة والأسر المكلومة أضف أنه واثق أن المواطنين في المناطق المنكوبة في ظل قيادة الرئيس والحكومة الفلبينية سيتمكنون من التغلب على الكارثة وإعادة الإعمار